كلام الرئيس حول السنتين يا أسف الشهرين اللي فاتوا أو 8 أسابيع اللي فاتوا والأزمة السودانية وكذلك تطرق أو عرج على حتى العشر سنين اللي فاتوا وحجم تأثرهم على مصر عامل إزاي وأنه دائما ما يدعو إلى مسألة الاستقرار داخل البلاد لأنه ده مش معنية به بس البلد اللي ممكن تكون على أعتاب أزمة أو اللي عانت من أزمة ولكن بتوعب معنية أيضا به الدول اللي حواليها بسبب حجم التأثير اللي بيحصل معنا على التليفون سيد السفير أحمد حجاج الأمين العامل المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية أهلا بيك سيد السفير أهلا بيك يا سيد السفير إزاي الصحة الحمد لله أهلا بيك سيد السفير يمكن أنا لافت نظري جدا أن دي أول زيارة لرئيس مصري لأنجولا وده يخليني أسأل بالضرورة ليه يعني ستكون هي أول زيارة لرئيس مصري لأنجولا وستكون أول زيارة أيضا لرئيس مصري لدولة موزميق كمان وستكون أول زيارة لرئيس مصري إلى زنبيا فيما عدا حضور الرئيس جمال عبد الناصر لأقمة الأفريقية بعد إنشاء المنظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في لزاكا في الستينات يعني سبعين لرأس ستين سنة لم يزور أي رئيس مصري لهذه الدول الثلاثة فذلك مغزة كبيرة بالرغم أن رئيسها هؤلاء الدول زاروا مصر عدد مرات لن تكوني ذاكرة الويندا تتذكر أن قبل الاستقلال وكانت مصر من أولى الدول التي اعترفت بها أقامت حركة تحرير أنجولا مكثبا لها في القاهرة كانت مصر تستخدم هذا المكتب لإرسال مساعدات اقتصادية وإلى حد ما عسكرية لحركة تحرير أنجولا فهذا الموقف لا تذكره تذكره السلطات الأنجولية بكل تقدير وأعتقد أن الرئيس الأنجولي عبر عن هذا رحب الرئيس قال له أهلا وسهلا بأول رئيس مصري يقوم بزيارة بلدنا صحيح وأعتقد أنه ستلقى نفس الشيء خلال زيارته إلى موزنبيق وحضوره اقتماع قمة الكوميسا التي سيسلم فيها الرئاسة حيث أن مصر كانت رئيسة لقمة الكوميسا منذ القمة السابقة سيسلمها إلى رئيس جمهورية زنبيا الذي بالمناسبة قامها بالزيارة للخاهرة بنعوة من الرئيس السيسي أهمية زيارة أنجولا وموزنبيق بجانب زيارة زنبيا السيادة السفير شايفه إزاي أولا أنجولا بلد غنيش جدا فيها كل المعادن التي يمكن تصورها وهي دولة بترولية كبيرة ولديها فوائد مالية كبيرة تقوم باستغلالها في الوقت الحالي لحركة تنمية شاملة في أنجولا إنشاء طرق وكباري ومدارس ومصانع ودي هذه النقطة التي استغلها الرئيس السيسي أن يوجه رسالة في حديث المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأنجولي قال له أن لدينا ماكرو من خمسة تلاف شركة مصرية تستطيع أن تساهم معكم في عملية التنمية الشاملة في بلدكم الشقيق هذا الموضوع يعني الشركات القطاع الخاص المصرية تقوم بجهد كبير في شرق أفريقيا وفي غرب أفريقيا في تنزانيا مثلا كلنا نعلم أن مصر شركة المقالون العرب وشركة السجدي تقوم بإنشاء أكبر سد في تنزانيا لسغلاله في الزراعة المروية في تنزانيا السد المصر تقوم بمشروعات كبيرة في نيجيريا وفي الكاميرون وهي لذلك من الدول الأفريقية فلدينا خبرة كبيرة في هذا الموضوع ولا يجب أن نخجل من عرض الشركات المصرية التي ستحصل على الأموال مقابل الجهد الذي تقوم به أيضا يجب على الشركات المصرية أن تنظر إلى المناقصات التي يعرضها البنك الدولي في القرى الأفريقية حيث أن البنك الدولي يضمن سداد التكاليف أو المناقصات التي تعرضها على القطاع الخاص في أفريقيا لأن من ضمن المشاكل التي تواجه الخارة الأفريقية عدم ضمان الصدرات ولذلك لدينا في مصر بنك اسمه بنك ضمان الصدرات التي يسمح للمصدرين المصريين أن يشعروا بالإدمان أنهم ستلقون سمن صدراتهم إلى هذه الدول سواء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو الصدرات المصرية مباشرة إلى الدول الأفريقية مظبوط طيب هنتقل لزامبيا والكوميسيا معاني السفير بتشوف أن الكوميسيا تقوم بدور فاعل في الاقتصادات الأفريقية خصوصا أن نحن بتكلم من نهاردة على تقريبا 30 سنة هل أدت دورها بالفاعلية المرجوة ولا تحتاج إلى المزيد من التفعيل المزيد من الاتفاقات المزيد من الحركة مصر تأخرت بعض الشيء في الانضمام إلى تجمع الكوميسيا ولكن بعد انضمامها شهدت الصدرات المصرية تفرق كبيرة ليس فقط الصدرات وأيضا في الوريدات يعني الوريدات المعادن التي تحتاجها المصانع المصرية وخاصة النحاس زامبيا من أكبر دول العالم المنتجة للنحاس اللازم للصناعات التاربئية في مصر وأعتقد أن من عند السنوات لا أتذكر هل فعل هذا الاتفاق أم لا اتفقنا على إنشاء شرقة مصرية زامبية لإنتاج والإشراف على إنتاج النحاس الزامبي وتصديره إلى مصر لا أتذكر إذا كان تم تفعيل هذا الموضوع أم لا ولكن الفرص الاستثمارية الموجودة ليس فقط في زامبيا ولكن في واحد وعشرين دولة أخرى أعضاء التجمع وأعتقد أن هذا التجمع سيسمح للرئيس السيسي بلقاءات مباشرة مع رؤساء هذه الدول لأن أفريقيا تحترم كثيرا الكمم يعني اجتماعات الكمم بالرؤساء الأفريقية يعني يرى رئيس دولة التي سيتعامل معها وكهة الوقت ويخيم معه علاقات شخصية الحكومات والدمروماسية تأتي فيما بعد مرحلة لاحقة مرحلة لاحقة فيجب أعتقد أن الرئيس السيسي سيستغل توجوده في زامبيا لعقد أكبر عدد من اللقاءات مع زملاءه رؤساء الدول العضاء في واحد وعشرين دولة هما أكبر تجمع اقتصادي إقليمي لأن الدول الأفريقية مقسمة إلى خمس مناطق كلها تستنظم إلى التفقية جعل أفريقيا منطقة تجارة حرة التي لشنت بالمناسبة خلال رئاسة الرئيس السيسي الاتحاد الأمريكي وتوليها المعافين في دولة النيجر مضبوط أنا مشكورك جدا ساتة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية